السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مسألة التعليم كيف نطور ونرتقي بالتعليم كيف نطور ونرتقي بالتعليم لا شك أن التعليم يمثل قاطرة لسائر المشروعات التنموية وهو مساهم في التطور والارتقاء لكل مجتمع ويقال إن صح التعليم صحت سائر مؤسسات الدولة وإذا مرض التعليم مرضت كل مؤسسات الدولة لذلك يجب أن تكون قضية التعليم على أولويات أجندة الحكومة أي حكومة في أي بلد لما ننظر إلى واقعنا المغربي نلاحظ بأن قطاعنا التعليمي يعاني من بعض المشاكل التي تعيق سير العملية التعليمية وأيضا التربوية دراسات وتقارير تفيد بأن مؤشرات أذاء المدرسة المغربية تظل ضعيفة بالمقارنة مع دول أخرى حيث أن أفدت التقارير بأن عدد كبير من التلاميذ لا يحسنون القراءة ولا الكتابة عند نهاية الابتدائي خصوصا في العالم القروي ومشكل أخر أكبر وهو أن نسبة الهدر المدرسي في المرحلة الإعدادية والتنوية تظل مقلقة وعلى وجه الخصوص في العالم القروي وتهم بالأساس الإنات الفتيات في الغالب لا يتممن دراستهن ويقومن بمغادرة المدرسة والتعليم الابتدائي وكذا الإعداد والثانوي يحاني من عدد كبير من القلاقل وإذا نظرنا إلى التعليم العالي الجامعي أيضا تقارير أفدت بأنه يتسم بقصور في التعطير وفي الجودة وفي اعتماد مسالك تكوين قد لا تتناسب مع الكفاءات والحاجيات التي يتطلبها سق شغل فسق شغل عنده مجموعة من الخصص ولكن الكفاءات والحاجيات المقدمة إليه غير متوافقة وهذا يدل على الأعداد المرتفعة لحامل الشهادات الجامعية بدون عمل ثم لما نلاحظ التعليم العالي نجد أيضا فيه ضعف في تطور البحث العلمي وانفتاح البحث العلمي على محيطه الاجتماعي والمهني فمختلف مراحل التعليم في بلادنا والأسلاك الكل يتفق بأنها تحتاج إلى إعادة النظر وتحتاج إلى الترميم وتحتاج إلى أن ننفخ فيها روحا جديدة فهناك فجوة أيضا حتى في العملية التعليمية بدأت منذ دخول التعليم الخاص ومنافسته للتعليم العمومي وهذا أيضا نتج عنه تفاوت في الأضرار النفسية والمجتمعية وعلاج هذا كله يستوجب أننا نرتقي بمستوى التعليم العمومي لأن صار هناك في الآون الأخيرة سنوات الأخيرة نوع من المنافسة أو نوع من الصراع بين الناس الذين يدرسون في التعليم الخاص وما يفرضه من متطلبات وملاحظة بأن التعليم العمومي يسير إلى الوراء وهذا يستوجب علاج هذه الحالة وذلك بأن نرتقي بمستوى تعليمنا العمومي وبالطبع نضع ضوابط للتعليم الخاص وهناك من يطالب بتوحيد العملية التعليمية على المستوى المجتمعي وهذا مطلب يبدو أنه وجيه توحيد العملية التعليمية أبناء الشعب رغم أن هناك المنافسة ورغم أن هناك التفاوت في العقول والمدارك ولكن وحد نسبة معينة ينبغي أن تكون موحدة حتى يعيش كل أبناء الشعب في وضع مريح ومتقارب وهذا يستوجب الإصلاح لكل مراحل التعليم من مرحلة الروضة فيما قبل الابتداء حتى التعليم الجامعي والعالي السؤال الذي نطرحه أيها الأحباب الكرام ونريد منكم أن تشاركون في الجواب عليه لأنه يهم الجميع يهم كل الأباء وكل الأمهات ويهم رجال التعليم ويهم رجال التربية ويهم رجال الإصلاح ويهم كل أطياف المجتمع السؤال هو كيف نطور وكيف نرتقي بالتعليم أبنائنا في هذا البلد الأمين هل هناك من سبل هل هناك من خطوات هل هناك من مراحل لعل الكثير منكم عنده الجواب من وجهة نظره كيف يمكن أن نرتقي ونطور تعليمنا بالمغرب لعل أول شيء يتبادر إلى الدهن هو تحسين المناهج تحسين المناهج وذلك بأن نعتمد على مناهج صحيحة وطرق تدريس صحيحة لنا يلاحظ بأن الخلل هو يبدأ أولاً في المناهج والطرق التي يتم بها التدريس لابد أن نعطي للتلاميذ والطلبة الفرصة لكي يقوموا أولاً بالتفكير والاستنباط والتحليل عوض أن يقوموا بحفظ المعلومات معلومات المقرر لأن الواضح أن المنهجية التعليمية تركز على عملية حفظ المعلومات المقررة وكل ذلك من أجل الامتحان لأن التلميذ يقوم بنسيانها بعد الامتحان دون أن تترسخ في ذهنه وتنعكس على حياته وكذلك ينبغي أن نطور الوسائل اللوجستيكية المتعددة لهي الوسائط الصوتية والمرئية وغيرها التي يمكن أن نطورها فللوصول إلى تعليم متميز ينبغي أولاً أن نزيل الحشو في المناهج نلاحظ بأن المحفظة للتلاميذ صارت تتوفر على أعداد كبيرة من الكتب ومن الكراسات ومعلومات كثيرة وطريقة التعليم تعتمد على الحشو في المناهج لا بد أن نتفادى هذه المسألة وأن نعتمد على تنمية مهارات التلاميذ والطلاب كيف يصلون إلى المعلومة بأسلوب علمي يعتمد على التفكير وعلى التدقيق والتحليل المنطقي ثم التطبيق العملي فالحفظ والتلقين هو قد يحتاج له في بعض المواد ولكن المواد الأخرى ينبغي أن نعتمد فيها على استخدام الطاقات العقلية بالتفكير والاستنباط والتحليل والله ربنا سبحانه وتعالى حتى نفي كتابه العزيز في مواضع كثيرة حتى نعلى التفكر والتدبر واستعمال طاقات العقل كذلك ينبغي أن تشمل مسألة المناهج تطوير القدرة البحثية وذلك باعتماد انتقاء المعلومة الصحيحة من المصادر الموثوقة ليس كل مصدر موثوق وهذا يمكن أن نعلم الطلباء تصنيف المصادر ما هي الموثوقة والأقل وثوقية لأن المشكل هو أن الكثير من التلاميذ والطلبة صاروا يعتمدون البحث في الانترنت والمعلومات في الانترنت ليست كلها مصادر موثوقة الكثير منها قد يكون ليست له أي مصداقية علمية هذا أول شيء ربما ينبغي التنبيه إليه وهو تحسين مناهج الدراسة والبحث وتطويرها ثم كذلك مسألة ثانية أساسية واعتبارية وهي إعادة الاعتبار لدور الأستاذ والمعلم فنحن جميعا نعلم بأن الأستاذ والمعلم له مقام رفيع أولا تربويا قم للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا ومن دون المعلم الرزين والأستاذ النبيه لا يمكننا القيام بالعملية التعليمية بشكل عام حتى ولو وجدت المناهج والخطط والوسائل اللوجستيكية لا بد من الأستاذ والمعلم الذي سوف يتم به تلقين العلم فمن المهم اختيار المعلم بطريقة صحيحة وذلك بأن يمتلك مؤهلات متدوعة من العلم الكافي وطريقة إيصال المعلومات وكذلك أن يكون هذا الأستاذ أو المعلم قادرا على غرس هذه المعلومات وهذه المعارف في فكر الطالب وعقله وهذا كله ميسر يعني إذا كان المعلم يفتقد لهذه المسائل هناك ما يسمى بالتكوين والتكوين المستمر لكي يطور الإنسان معلوماته وكفاءته فدائما هناك متسع من الوقت للارتقاء بالتكوين والتكوين المستمر ولابد أن يكون هذا المعلم محبا لمهنته مهنة التعليم هي من أجل الأعمال ربما هي أجلها على الإطلاق فلابد أن يكون هذا المعلم محبا لهذه المهنة ولهذا الدور التربوي ويتعين أيضا أنه يجعل التلاميذ والطلب يحبونه لا بد أن تكون العلاقة بين الأستاذ والمعلم وبين الطلبة والتلاميذ مبنية للإحترام والتقدير والمحبة ثم يغرس فيهم الميل للنقاشات الفكرية إذا كان في الجامعة مثلا أو في المستوى العالي يغرس فيهم الميل للنقاش الفكري العميق أما إذا كان في التعليم الابتدائي فيعطيهم التعليم بالمحبة وبالألعاب وبغير ذلك حتى يطور هؤلاء الطلبة والتلاميذ قدراتهم وكفاءتهم التعليمية كذلك مسألة ثالثة وهو أن التعليم يحتاج إلى قيادة إدارية وعية لابد أن يكون المدراء والمسؤولون الذين يقومون على قيادة هذه القافلة يكون عندهم قيادة إدارية وعية أن يكون المدير له روح القائد الناجح وأن يتم تدريبه وتأهله بأحدث المناهج المدير لابد أن يكون له واحد الهيبة واحد الشخصية القوية تمنحه صلاحيات لكي يستطيع أن يقود التعليم ويطوره ويحسنه ليس مجرد أن يكون آلة تتلقى الأوامر ثم تنفيذها لا ينبغي أن يكون المدير فقط تتلقى الاتصالات القادمة من القمة الهرم وعليه أن ينفدها بينما أن تكون توجيهات تكون صاعدة هابطة التوجيهات بين المدير والمسؤولين في الوزارة تكون هكذا صاعدة هابطة يعني يكون واحد نوع من التواصل وأن يكون هناك أيضا هذه القيادة المدير لابد أن يحترم الزمن المدرسي لأن هناك برامج وهناك أوقات محددة وهناك فصول معينة لابد من احترام الزمن المدرسي ويمكن أيضا تعديل هذا الزمن المدرسي إذا خشينا عن تدارك النقص الحاصل في بعض التعلمات كذلك لا ينبغي أن ننسى بأن التعليم هو بيئة جادبة ليس فقط على المستوى المادي من مباني متكاملة وفضاءة للترفيه والأنشطة بل أن يكون أغنى لمستوى البشري فالمؤسسة التعليمية لابد أن تكون بيئة جادبة من حيث جماليتها من حيث نظفتها من حيث المساحة الخضراء وتبيض الجدران ومن حيث المدخل ولكن أيضا من غير البنايات هناك المستوى البشري يعني شبكة للعلاقات ما بين الإدارة وما بين المعلمين والأساتداء والطلبة والتلاميذ وأولياء الأمور شبكة علاقات مبنية على التواصول وعلى المودة وحسن الاستماع وقبول الاقتراحات وهذا يتطلب توفير كفاءات من الموالد البشرية تستطيع أن تضمن بلوغ هدف الجودة في التعليم هنا نشير إلى دور الأهل في تطوير التعليم فالأمر لا يقتصر على الأماكن التعليمية والعاملين فيها بل تكون تنشئة الأطفال على حب التعلم وأنهم يكونوا عندهم الرغبة في التحصيل العلمي وهذا ما يسمى بالتعليم الأسري تعليم الأسري أن الأسرة تعتمد مجموعة من الأساليب لتعليم أطفالها كيفية إنجاز حاجاتهم ولا بد من توفر وجود بيئة أسرية دائمة لتعليم الطفل لأن هذه البيئة الأسرية هي صمام الأمان لمستقبل التلميذ كذلك ينبغي أن نعمل على إعادة تأهيل المدرسة وذلك بأن نعتمد على السياسة التعليمية كلها تعتمد على تفتيح الدهن لهو الهدف السامي من تعليم وأيضا نحط التلاميذ والطلبة على الإطلاع الدائم والقراءة الموسعة في مختلف المجالات مما قد يساهم في تنمية القدرة للطلبة قدرة التدخيلية والإبداعية والابتكارية وأيضا نشجع هؤلاء التلاميذ والطلبة على الانفتاح على اللغات الأجنبية لأن الأمي هو من صار يتقن لغة واحدة في عصرنا هذا طبعا هذا يقتضي الرفع أيضا من الكثاءة البداغوجية للمدرسين وأيضا إرساء نظام توجيه ناجع للرفع من فرص النجاح المدرسي وهذا يقتضي تحسين جودة الدروس والتخصصات والنعمل على تكييفها مع احتياجات شغل يعني كل الدروس والتخصصات خصوصا في المرحلة التانوية والجامعية ينبغي تكييفها مع احتياجات سوق الشغل وأيضا تأهيل التكوين المهني لأن هناك طلبة وتلاميذ وتلاميذ ربما يكونوا مؤهلين أكثر للعمل في التكوين المهني لأن الهدف من الدراسة أنه تفتح لهم أبواب لسوق الشغل كذلك يجب ربط كل ما يدرس في المواد العلمية والأدبية أن يكون وحدة الربط بين المواد العلمية والمواد الأدبية وبين اللغات المختلفة وبين المبادئ دي التربية الإسلامية أو دي الفلسفة تكون كلها في واحدة الرابط يربطها بالمجتمع وقضايا المجتمع وهموم المجتمع لابد أن تكون المواد هكذا تسير في اتجاه الرقي بالمجتمع مثلا أن ننمي روح المواطنة ننمي ثقافة حقوق الإنسان أن ننمي حب المجتمع ننمي القيم الإنسانية ننمي أن الدفاع عن الوطن كل هذه هي مجموعة من المبادئ والقيم ينبغي أن نربطها بمختلف المواد سواء علمية أو أدبية أو فلسفية أو شرعية أو لغوية كلها مرتبطة بالمجتمع والأهم من كل هذا هو ترصيخ الأخلاق المدنية من سلوك ومواقف وقيم نرسخها في نفسية الطلبة والتلاميذ لأن الأخلاق هي أمر مرتبط إلى حد كبير بالتربية السليمة وببئة شخص ومجتمعه فينبغي أن نمزج ما بين التحصيل العلمي وما بين القيم الأخلاقية كل هذا لبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية خلاصة الكلام أيها الأحباب الكرام أن سير المدرسة على الدرب التعليمي الصحيح هذا سيؤدي إلى نجاح المنظومة التعليمية وهذا يقتضي تكاتف جميع الجهات بكافة أدوارها ومسؤوليتها للارتقاء بالمستوى التعليمي لابد من القيام بإصلاحات جذرية في قطع التعليم وتحسين وضع المعلم والأستاذ ومن ناحية العلمية وأيضا من ناحية الاجتماعية والمالية والارتقاء بالمباني والخدمات والمناهج وطرق تدريس ولابد أن يكون عندنا هدف واضح في التعليم لنا رسالة رسالة كما كانت تعليم في بداية الحركة الوطنية كانت عنده رسالة دفاع عن الوطن بناء الوطن ووحدة الوطن كل هذا جعله ناجحا وكاننا في زمننا هذا نفتقد للرسالة يعني الكل صارت رسالته هي أن يحصل على شهادات ثم على عمل ثم على أجرى وهذه رسالة ضيقة ضيقة جدا لابد أن يكون عندنا الهدف الوطني والهدف المجتمعي والهدف التنموي على أوسع نطاق وطبعا المسألة التعليمية هذا مجال لا يفهم بحق إلا من عمل في رحابه لسنوات ولمن تدرج في مراحله هو اللي يعرف أكثر المشاكل للتعليم وكيعرف أشنوما أهم السبول لتطويره وهذا التطوير غد ينبع من الوسط ترباو ذاته لأمضوا سنوات طويلة في هذا العمل أو كانوا مشرفين عليه فنتمنى أيها الأحباب الكرام أن نفتح معكم جسور التواصل والنقاش حول هذا الموضوع كيف نطور ونرتقي بالتعليم في بلادنا ما هي أهم المشاكل التي تواجهونها مع أبنائكم وبناتكم وكيف تنظرون إلى المستقبل كل هذا إن شاء الله تعالى قد يحفزنا لكي نناقش ونطرح البدائل لعلنا إن شاء الله نساهم بشكل أو بآخر في تطوير وارتقاء التعليم ببلادنا أرقامنا الهاتفية هي مفتوحة في وجه الجميع كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله